الخبر العلمي بتاع النهار ده بيقول أن الاستيقاظ لفترات طويلة في الليل بمعنى أدق قلب اليوم الناس اللي بيقلبوا اليوم اللي بيخلوا ليلهم نهرهم ونهرهم ليلهم تمام؟ الاستيقاظ لفترات طويلة خلال الليل يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب ومرض السكر من النوع التاني طبعا أمراض القلب والشرايين ومرض السكر من النوع التاني البروفيسور ستيفن مالين وده الباحث الرئيسي في الدراسة وهو من الخبراء المتخصصين في عمليات التمثيل الغذائي على فكرة قال أن الدراسة دي بتفسر أسباب بعض الإصابات بأمراض القلب والقوايا الدموية والسكر من النوع التاني بعيدا عن عوامل الخطر أو مسببات المرض المعتادة يعني عادة الناس اللي بيجي لهم الأمراض دي بيكون عندهم نمط حياة غير صحي بيكون عندهم زيادة وزن بيكون عندهم تدخين وهكذا الدراسة دي اللي هي اتعملت في جامعة روجرز في ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية عملوا الدراسة دي على عدد من المتطوعين نصهم كانوا بيناموا بشكل طبيعي خلاص؟ والنص التاني كانوا من معتادي الصهر المفرد بالمناسبة هم بيسموا النمط ده في الحياة ألبوم الليلي ألبوم جمع بومة وده لأن البومة بتنام بالنهار وبتصحى بالليل فتلاقوا حتى في المصطلحات الطبية كده يقولوا إيه Early bird هم قصدهم على اللي بينام بدري وبيصحى بدري أو Night all Night all يعني ألبومة الليلية فهم يعني بيوصفوا الحكاية دي تشبها بالعصفير اللي بتصحى بدري قوي وبتنام بدري والبوم اللي هو ما بينامش دول الليل وبينام بالنهار الدراسة زي ما قلنا اتعملت على نصين نص كانوا بيناموا طبيعي ونص اللي هم كانوا من البوم الليلي اللي هم بيصحوا طول الليل بعد كده رأبوا درجة نشاط المتطوعين دول لفترة زمنية بعدها ابتدوا يحددوا مستويات الطاقة عندهم عند اللي بيعملوا عليهم الدراسة دول امتى بقى في الراحة ومع بزل المجهود المتوسط وبزل المجهود المائل إلى القوة وده على فكرة اسمه علم ووظائف الأعضاء التجريبي الناس اللي كانوا بيناموا في مواعيد طبيعية وبيصحوا بدري كانت أجسامهم بتتعامل أفضل مع هرمون الإنسولين وكان عندهم حرق الدهون أعلى بكتير قوي حرق الدهون أعلى بكتير قوي من القسم الثاني من الناس الثاني الناس اللي هم كانوا قلبين اليوم وكان تعامل الناس بقى لقلبين اليوم كان تعامل أجسامهم مع الإنسولين أقل كفاءة فبالتالي عرضة للإصابة بمرض السكر يعني أقل كفاءة وحسية تجاه الإنسولين وكان كمان الحرق عندهم في اتجاه الكربوهايدريت مش الدهون فبالتالي الدهون بتفضل فده بيخليهم عرضة لأمراض القلب والأعاية الدموية النتائج دي كانت في كل الأحوال يعني سواء كانت في وقت الراحة أو أوقات بزل المجهود باختلاف درجاته الدراسة كمان قالت أن مش بس اللي قلبين اليوم مش بس دول اللي هيتأثروا لكن كمان الناس اللي بيصهروا كتير وبتضطرهم الظروف أنه ما يصحوا بدري عشان الشغل مثلا أو أوقات المدارس وهكذا دول كمان التأثيرات السلبية عندهم بتكون ملحوظة جدا طبعا هم توقعوا في الدراسة دي طبعا أقول كلام ده للناس لأن فيه ناس إيه يقول لك هنقعد بقى شوية بعد ما العالي ناموا فاحنا نسهر شوية وتلاقيهم بيصحوا يعاني الصبحية برضو الساعة ستة الصبح وخمسة ونص صبح عشان الولاد مسلا يروحوا المدرسة أو كده فدول برضو معرضين للمخاطر خلوا بالكوا قوي لازم لما الأطفال تنام إحنا كمان ننام في الدراسة دي لما طلعت يعني وطلعت حديثا جدا جدا قالوا إنها هيحصل كتير من المناقشات بسببها خاصة حوالين الناس اللي طبيعة عملهم بتكون في ورديات ليلية ما فيه ناس شغلها شفتات نايت شفت يعني شفتاتهم بالليل فعشان كده الدراسة برضو هتمت بالجزئية دي وطلعت توصيات مهمة أوي قالت إن فيه ضرورة لمراعاة عدم العمل الليلي لأكتر من ثلاث ليالي متواصلة يعني اللي بياخدوا ورديات ليلية ما يشتغلوش أكتر من ثلاث ليالي متواصلة يعقبها فترة عمل نهاري لمدة 18 يوم وطبعا الناس اللي بتضطرهم الظروف للعمل في ورديات ليلية لازم يكونوا عندهم مراعاة الالتزام بعدم التدخين والطعام الصحي وممارسة رياضات زي رياضة المشي